وجبة رمضانية دسمة من المسلسلات اللي فيها أحداث وتفاصيل كتيرة جداً خلونا نعرف موجز لهذه الأحداث من هالة وتطمننا كده إيه اللي حصل المقرحة سعي يا فسانت وصفحنا كنا لسه بنتكلم على السباق الرمضاني والوجبات الدسمة من المسلسلات اللي احنا هم نتفرج عليها ولكن يمكن لسه الناس ما تعرفش إن فيه مسلسلات جارية تصورها حالياً ولكن لازالت هنعرف بالتفصيل موجز أهم أخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان بنبدأ نشرتنا الفنية مع النجمة نيلي كريم اللي قالت إنها لما قرد سيناريو مسلسل عملة ندرة اندهشت من الأحداث واللهجة خصوصاً إن السعيد موجود فيه أكتر من لهجة ولكل نجع أو مدينة اللهجة الخاصة بيها ولما عملت جلسات عمل مع المنتج جمال العدل والمؤلف جمال العدل ومنذو طمنوها جداً من قصة اللهجة ولسه مع الفنانة نيلي كريم اللي قرابت تنتهي من تصوير مشاهدها البقية من مسلسل عملة ندرة نيلي في الوقت الحالي خلصت 80% من مشاهدها بقلها 7 أيام تصوير وبكده تكون خلصت مسلسلها بالكامل الفنان أحمد عيد قال إن مسلسل عملة ندرة عمل فني قيم ومختلف تماماً عن جميع العروض اللي تلقاها خلال الفترة الماضية قال الفنان أحمد عيد في تصريحات لجريدة الدستور إن الشخصية اللي بيلعبها في المسلسل مختلفة عن كل ما قدمه سابقاً لأنه بيظهر في دور شرير لم يشاهده الجمهور فيه من قبل وبيأكد إن المختلف في هذا المسلسل هو ما دفعوا لخوض التجربة اللي بيتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتشكل إضافة فنية حقيقية في مسرته كمان الفنان طارق لطفي اتكلم عن دوره في مسلسل مذكرات زوج وقال إن العمل وماشى ممكن تتحمل أكتر من 15 حلقة لكننا فضلنا نقدم القصة بشكل معاصر وفي هدوء بدون تصرع خصوصاً إن الأعمال المكونة من 15 حلقة بتاخد وقت أقل ومجهود أقل ده غير إن المسلسلات اللي زي دي ماشي مع التطور السريع في التكنولوجيا الرقمية وبتخاطب الأجيال اللي بتروح للمنصات مسلسل الكتيبة 101 اتصدر ترند تويتر وتفاعل مع هاشتاج المسلسل 13 مليون وربعمية وعشر تلاف مغرد تحليل البيانات على جوجل ترانز أكد إن محافظة شمال سينة حققت أعلى المشاهدات للحلقة الثالثة من المسلسل يليها محافظة أسوان فنانة كبيرة هالا صدقي قالت إنها بتقدم شخصية الأم وصيفة في مسلسل جعفر العمدة بشكل مختلف وده لأن الشخصية تلقائية ودمها خفيف وفي نفس الوقت قوية وبتستمد قوتها من زوجها الراحل الفنانة هالا صدقي شايفة كمان إن ابنها اللي بيجسد شخصيته الفنان محمد رمضان هو امتداد الأب وبيمثل لها نقطة ضعف في حياتها النجمة حنان مطوعة قالت إنها سعيدة جدا بمشاركتها في مسلسل سره الباتع في دور صفية وقالت إن كواليس العمل كانت ممتعة جدا وفي نفس الوقت كانت متعبة جدا وده لأنهم كانوا بيصوروا المشاهد في درجة برودة قصية جدا من الساعة خمسة الصبح فنانة آية سماحة قالت إنها مبسوطة بمشاركتها في موسم مسلسلات رمضان عشرين تلاتة وعشرين في مسلسل الصفارة مع الفنان أحمد أمين آية قالت إن مسلسل الصفارة عمل ممتع خصوصا تنوع الشخصيات اللي بتقدمها واللي هتظهر في باقي الحلقات الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة أنا قادر للنجم أحمد سعد الرابط تتخطى حاجز الخمسة باليوم المشاهدة على موقع يوتيوب ولسه الأغنية محققة نسب مشاهدة كبيرة خصوصا وإن العمل من المسلسلات المهمة المعروضة في الصباق الرمضاني الحالي أغنية أنا قادر غنيها الفنان أحمد سعد وشارك فيها بالأداء الصوتي الشاعر هشام الجح ومن ألحان هيسم نبيل وتوزيع قوليكس بواي